أهلنا ونحفظ أخونا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يصير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون مثل منثقا من الله لتأتم لي به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه منثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إن إلا حاجة في نفس عقوب فقضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس عقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف وآوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رهل أخيه ثم أذن مؤذن أن يتهى العير إنكم لساركون قالوا وأقبل عليهم ماذا يفق يفقدون قالوا نقد صغاع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا لسا سارقين قالوا فما جاء جزاء إن كنتم كاذبين قالوا جزاء من وجد في رهله فهو جزاء كذلك نز الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كذلك كذناء يوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عينه قالوا إنه إلا إذا إظل ظالمون ولما استيأسوا منه حلسوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما قربتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى لا يأذن لي أبي أن يحكم الله لي وهو خير حاكمين يرجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سر سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والحير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل أسأل الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف ربيضت عيناه من الحر من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأوا تنكر يوسف حتى يكون حردا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكر بث وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يظهروا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا 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 وأولنا الضر وجئنا ببضاعة مرجات وأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يزل المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخيه قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا طالله لقد آترك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تفريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين قالوا أرحموا بقميصها فألقوا على وجه أبي تأتي بصيرا وأتني بأهلكم أجمعين فلما قصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا طالله إنك لفي ضلالك القديم ولما أرجى البشير ألقوا على وجهه فارقد مصيرا قال ألم أقلكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا حاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال أدخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعل ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيق لما يشاء إنه هو العليم الحكيم رب قد أتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توقفني مسلما وألخفني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم فهم ينكرون وما أكثر الناس لولا حرصت بمكملين وما تسألهم عليه من أجل إنه إلا ذكر للعالمين وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عظام الله أو تأتيهم الساعة ينبرتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا فمن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشرقين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرات أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدان الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تاقنون حتى إذا استيأس الرسل فظلوا أنهم قد كذبوا حد جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد وبأساً ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثاً يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وغدى ورحمة لقوم يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا مرة تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد إن ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والحمر كل يجري لأجل مسمى يدبع الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارات ومن كل الثمارات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع وتجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل سلوان وغير سلوان يسغى بماء واحد ونفضل بعضا على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجم فعجم قولهم قولهم أئذا كنا ترابا لأئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار ينفيها خالمون ويستعجلونك من السيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو ومغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنفا وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف من الليل وسارب من نهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما له من دونه نوال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحابة ويسبح الرعاة بحمده والملائكة من خيفته ويرسل السواتف فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شهد شديد من المهال له دعمة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباصة الكفتي إلا الماء ليبلغ وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في غلال ولله ينجد من في السماوات والأرض طوعا وكهوة كرها وذلال بالغضو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل فاتخلتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوى الأعمى والبصير أم هل يستوى الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار بابتغاء هنية أو متاح زبد مثله كذلك يضرب الله الحط واليب والباطل فأما الزبد فيذهب خرج فافا وأما ما ينفع الناس فينقف في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتدعوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواه جنّا وبعس المهاد أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك لحقك منهم أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين ينفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا امتظاء وجه ربهم وأطاروا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم أقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلى من أمد آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والمنائكة يدخلون عليهم من كل مام سلام عليكم بما صبرتم فنعم أقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويغفعون ما أمر الله به أن ينصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم لعنة أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويغفعون ما أمر الله به أن ينصل ويفسدون في الأرض أن ينصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم لعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا من حياة الدنيا وما لحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من آلاء نام الذين آمنوا وطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله فطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا صالحات كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلوا لتتلوا عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قلوا ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متام ولو أن قرآن سيرت به الجبال أو قطعت به العرض أو كل ما به الموتى بل الله لأمر جميعا أغلم ييأس الذين آمنوا أن لم يشاء الله لا دمس جميعا ولا يزال الذين كفرون استصيبهم بما صنعوا قارئة أن تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلق الميعان ولقد استهزئا برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخوتهم فكيف كان عقاب أفمنه بقائم على كل نفس بما كسبت واجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في العرض أمن أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكروب وصدوا عن السبيل وبعيض لله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار قلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكاترين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليه ومن الأحزاب من ينكر بعضا قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك بي إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلنا حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من الحلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثمت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعد الذي نحدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يرى أننا نأدن عرضا ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعا له الكفار لمن عقب الدار ويقول الذين كفروا ليستم لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عينه حلم الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا مرى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرت ويصدون عن سبيل الله ويرغونها حوجا أولئك في ظلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك الآيات لكل صبان شكور وإذ قال موسى لقومه ذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أمناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لإن شكرتم لأزيدنكم ولإن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ألم يأتكم نبع الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لدي شك مما تدعو لنا إليه مريم قالت رسلهم أفلنا عيشتكم فاقل السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ظنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد أباؤنا أن تصدونا عما كان يعبد أباؤنا فأتونا بسلقان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلقان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا أن لا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنحلكن الظالمين ولنسكننكم في الأرض ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعين واستفتحوا وخاف كل جبال عنيد من ورائه جهنم ويسطى من ماء سديد يتجرع يتجرع ولا يكاد يصيغ ويأتي الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه وفي عذاب غليظ مفل الذين كفروا بربهم أعمالهم كوماد اشتدت به الريح في يوم عاصر لا يقدرون مما كسروا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزول الله جميعا فقال الضعفاء للذين استكملوا إنا كنا لكم تبا تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدان الله لهديناكم سواء علينا أجزئنا أم صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من صلفان إلا أن دعوتكم فاستجبتكم فاستجبتمني فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصب مصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرتم بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها لأنهار خالدين فيها بئر ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيمة كشجعة طيمة أصلها ثابت وفرها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرم الله الأمثال من ناس علهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اشتفت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظلم ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دارا بغار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليذلوا عن سبيله وقل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل عن إبالي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا بما أغزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والعرض وأنزل من السماع ماء فأخرج به من الضمرة رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجاري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآيا وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تخصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصمام رب إنهن أضلل كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرح حند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئلة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسهاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مطيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفرني ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخر من يوم تخشى تشخص فيه الأمصار مهدئين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوا وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب إن نجب دعا وتكوة ونتواب ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا به وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وحند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسب من الله مخلف وعرضه رسله إن الله عزيز ذو انتقام بسم الله يوم تبدى الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابينهم من قطران وتغشى وجودهم النار ليزي الله كل نفس ما كسمت إن الله سريح الحساب هذا بلاب للناس ولينذروا ولينذروا منه وليعلموا أنما هو إله واحد أنما إله واحد وليذكر أولو الألباب أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب صدق الله العظيم الفاتحة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر في